وضعية السكن بإقليمي طنطان وأس الزاق لنائبين المحترمين بولون سالك وعثمان عيلة من الفرق السقليل وحده والتعادلية قليلا تفضل أحد السائلين بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس سادة الوزراء إخوتي إخواني النواب المحترمين في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بمجهودات جبارة لتحسين الوضعية السكنية بمختلف المناطق المملكة وتمكين مواطنين من السكن اللايق يحفظوا كرامته نجد أن مجموعة كبيرة من السكان إقليم طنطان لا تزال تنتظر تمكينها من فرصة تفوية المساكي التي يسكنونها بحيث سكن وتعمير عن طريق الإيجار لذى البلدية المدينة منذ سنوات طويلة خاصة وأن الأمر يتعلق بشرايح اجتماعي ذات دخل محدود من قبيل الموظفين الصغار والمتقاعدين والأرامل ورجال المقاومة وكذلك الشأن بالنسبة للدور العودة التي تم إنجازها أكثر من عشر سنوات وتتعرض للإدلاف ولا زالت لم توزع بعد على المستفيدين منها بجهة قلمة المسمارة بهذه الروح الوطنية الصادقة التي تشتغلون بها سيد الوزير لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي مرتبطا بحياة المواطنين وكرمتهم نطلب منكم إعطاء جهة قلمة المسمارة ما تستحقه من العناية والاهتمام في مجال السكنة بما في ذلك المعالجة القضايا المطروحة التي لا زال السكان ينتظرها تسويتها بشكل نهائي وهذا ما دفعنا إلى التساؤل عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية السكنية بشكل يضمن تمكين الساكنة إقليم طانطان بصفة خاصة والجهة بصفة عامة من السكن اللايق بهم شكراً لكلمة لسيد وزير شكراً لسيد المعليز وضع جوجة الإشكاليات الإشكالية الأولى كانت تتعلق بشكل سكني قديم جداً كان تمت الإنجاز له في السبعينات وكان نفدته أنا ذاك الذي كان نفده الإنعاش الوطني وكانت وزارة الإسكان والتعمير أنا ذاك قامت بالتعطير ديال البناء والتعطاء هذا البرنامج للبلدية اللي أجرته الواحد مجموعة مواطنين والسيد النائب كيطلب أنه يتملكه هذا موضوع كي يتعلق أولاً وأخيراً بالبلدية اللي هي مالكة البرنامج فيما يتعلق بالشق الثاني ديالسؤال سيد النائب والمتعلق بواحد عدد كبير ديال الوحدات السكنية وقطع أرضية جاهزة في الأقاليم الجنوبية وفي أسا الزق اللي عددهم 640 مسكن و1110 قطعة أرضية واللي كان تم تنفيذ ديالهم بـ 121 مليون ديالهم هم اليوم غير موزعين فعلاً هو على حق لأنه تم التأجيل ديال التوزيع ديالهم إلى حين بداية تنفيذ البرنامج الجديد ديال الأقاليم الجنوبية اللي أمر به صاحب الجلالة نصره الله واللي تم تقديم دياله ووفق عليه ووفق عليه المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والتي يهم 86800 واحدة سكنية بـ 4.5 مليار درهم ديال الجهيز كيمكن لنخبركم اليوم السيدات والسادات النواب المحترمين أن هذا البرنامج إلى حدود اليوم قد فتحت الدراسات عبر مجموع الأقاليم ديال المناطق الجنوبية للمملكة بدون استثناء بل فتحت الأوراش في أولى المدن اللي انتهت من هذه الدراسات واللي هي العيون والدخلة وبوشدور فيما يتعلق بأسس الزاق سيكون ستستفد من هذا البرنامج الجديد بـ 2000 وحدة جديدة 1300 في أسس الزاق و700 في طنطان نضيفهم الوحدات الجاهزة الغير الموزعة بعد هذه العملية سيسهل العملية ديال التوزيع لأنه قد نمر من عملية الانتقاء والأسبقية إلى عملية التعميم اللي ما فيها حتى مشكلة شكرا شكرا